موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم والتي نتحدث بها حول تبعية والمخاطر المترتبة على الخطوة التي ربما ستقدم عليها الإدارة الأمريكية والمتمثلة بالاترافي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال لإسرائيل بالإضافة أيضا إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية مثل هذا القرار يحمل تبعات خطيرة إذا ما أقدمت واشنطن عليه وهذا القرار لا ينعكس سلبا على الفلسطينيين وحدهم مسلمين ومسيحيين وإنما يطال كل المسلمين في أرجاء العالم والعرب أينما وجدوا وأيضا لكل الأحرار والشرفاء في العالم يحمل تبعات كبيرة يقضي على أي إمكانية للسلام وأيضا يشعل فتيل الأزمة والحرب ويدفعنا جميعا إلى مربع ربما العودة هذه القضايا أخرى أتحدث بها مع ضيوفنا الذين ينضم إلينا نبدأ من القاهرة سماحة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة أهلا بك سماحة شيخ الدكتور أحمد كريمة ومساء الخير لكم أهلا أستاذ حسن ولشعبنا الصامد في فلسطين المحتلة أهلا بكم وأيضا ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت القاضي الشيخ خلدون ريمت رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام أهلا بك القاضي الشيخ خلدون ومساء الخير لكم السلام عليكم وتحياتي لك ولكل أهلنا في فلسطين المرابطين لحماية المسجد الأقصى أهلا بكم وأيضا ورحب بضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من الكدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية سماحة المتران عطالة حنى رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذوكس سيادة المتران عطالة أهلا بك معنا ومساء الخير شكرا جزيلا لك وكل التحية للإخوة المشاركين من بيروت ومن القاهرة أهلا بكم جميعا من الكدس العاصمة ومن بيروت ومن القاهرة في هذه الحلقة التي نتناول من خلالها قضية في غاية الأهمية تهمنا جميعا مسلمين ومسيحيين وعرب وأصدقاء لفلسطين وللعالم العربي الإسلامي المسيحي نظرا لهذه المكانة التي تتمتع بها القدس العاصمة تاريخية مكانة تاريخية وسياسية ودينية وما لهذه القدس من مكانة كبيرة لنا وبالتالي أي مساس بهذه القدس العاصمة هذه القدس العاصمة المحتلة من قبل دولة الاحتلال أو الاعتراف بها إنما هو يدمر أسس أو إمكانيات الوصول إلى تسوية أو عملية سلام على يتحال نذهب إلى هذا التقرير مشاهدين الكرام الرجاء تفضل بالبقاء معنا والمتابعة لهذه الحلقة ابقوا معنا الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل إعلانوا حرب ضد مسلمي ومسيحي العالم الحر هذا ما أكده متحدثون في مؤتمر صحفية عقدته شخصيات مسيحية وإسلامية وقوى وفعليات مقدسية رفضت فيه أي قرار أمريكية يمس القدس المحتلة يقفز عن كل القرارات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وبالتالي هو يؤكد اليوم ليسها انحيازا إنما دعما كاملا وضوءا أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان الغاصب للاستمرار في إجرامه وبطشه وتنكيله بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا إسلامية ومسيحية مسألة التلويح بنقل السفارة إلى مدينة القدس إنما هي مسألة خطيرة مسألة نرفضها كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين ونعلن بأننا نرفض هذه المواقف العدائية المنحازة لإسرائيل ولدولة الاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية رسالة القدس بمساندة الجهود التي تبذلها القيادة لمنع الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة خرجت من تجمعي جبل الباب البدوي شرق المدينة المهدد بأكمله بالترحيل لصالحي غولي الاستيطان الإسرائيلية الحديث عن المساس بالحق التاريخي والقانوني والسيادي والسياسي للشعب الفلسطيني في مدينة القدس هذا اعتداء لا يقل خطورة عن اعتداء على مقدساتنا إسرائيل بنفسها اللي موجودة على الأرض بقوتها الأمنية اختبرت المقدسيين في تموز الماضي عصفة من ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية دانت ما يحاكو ضد القدس التي يدافع عنها الفلسطينيون نيابة عن الأمم أي قرار يمس القدسة ومقدستها لا يمكن أن يمر هذا ما أكده الفلسطينيون قيادة وشعبنا من خلال مواقفهم وتحركاتهما لدرء الأخطار عن العاصمة المحتلة من تجمع جبل الباب البدوية كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة أهلا بكم جميع المشاهدين الكرام وأيضا الضيوف الكرام معنا من لبنان والقاهرة والقدس المحتلة ونبدأ من القاهرة سماحة شيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة دكتور أحمد ما هي المكانة وما هي الأهمية التي تتمتع بها القدس من مكانة دينية وثقافية وحضارية للعرب والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده في الصراء والضراء والصلاة والسلام على رسل وأنبياء الله أجمعين من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد والسلام على أولي العزم من الرسل سادتنا نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ومحمد عليهم السلام ورضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين والمصلحين آمين أما بعد نعم فمعلوم بادئ زيبد إن القدس الشريف هي عاصمة أزالية أبدية لفلسطين وجاء ذكرها في الكتب المنسوبة إلى السماء في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم وبالنسبة للإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أراد لها أن ترتبط بشاعيرة أو بركن الصلاة في صدر الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس أو المسجد الأخصى حوالي سبعة عشر شهرا ثم حولت الخبل كما نعلم إلى البيت الحرام وأراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى التوأمة بين المسجدين بين المسجد الحرام والمسجد الأخصى فجعل الله تعالى معجزة باقية كما نعلم هي رحلة ومعجزة الإسراء والمعراج قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كذلك نعلم أن القدس وما حولها أرض مباركة فيها جثمين ما لا يقل عن تسعين في المائة من الأنبياء والمرسلين والأولياء الله الصالحين هذا بالنسبة للوجهة الشرعية فهي عاصمة ليس لشعب فلسطين فقط نعم ولكن هي من المقدسات الإسلامية التي لا تنازل عن حبة رمل من رمالها ولا عن نسمة هواء من هوائها لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وعلى الذين يشعلون نيران المعاركة أن يذكروا أن الله تعالى قال في حق اليهود ومن يدور في فلكهم من العملاء والخونة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وأوقب الله علينا عدم التفريط فقال سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده فلا تفريط ولا مساومة ولا أنصاف حلول في القدس وبما فيها من مقدسات يحرص عليها القرآن كلام الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو تراص الأجداد من آل البيت والصحابة إلى يوم القيامة إن شاء الله بارك الله فيك سماحة الشيخ ابقى معنا إذن لا تفريط ولا مساومة ولا أنصاف حلول أذهب بهذا السؤال إلى سيادة المطران عطال لحنة رئيس أساقفة صباستيا للروم الأرثوذوكس سيادة المطران لا تفريط لا مساومة لا أنصاف حلول ما هو المطلوب؟ ونحن جميعا أمام هذه الهجمة الخطرة التي تستهدف هذه القدس التي تعني الكثير الكثير لنا تاريخيا وحضاريا وإنسانيا وحتى وجوديا ليس فقط للمسلمين وحدهم وإنما للمسلمين والمسيحيين على حد سواء وللعرب بشكل عام شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أهلا بكم وأنا أود حقيقة أن أحيي بنوع خاص فضيلة الشيخ الذي يتحدث من القاهرة وفضيلة الشيخ الذي سنسمعه بعد قليل من بيروت نعم وأنا أعتقد بأن هذه الصورة التي يشاهدها العالم الآن عبر فضائية فلسطين المشاركة الإسلامية المسيحية في الدفاع عن القدس في الدفاع عن المقدسات هذا ما هو مطلوب مننا في هذه المرحلة نحن نعيش في مرحلة يتم فيها التآمر على الأمة العربية أعداؤنا يخططون لشرذمتنا لتدميرنا لتقسيمنا ولتحويلنا إلى طوائف ومذاهب وقبائل متناحرة فيما بينها ولذلك فإنني أقول من أحب فلسطين ومن أحب القدس ومن أراد أن يدافع عن القدس وعن فلسطين عليه أن يعمل من أجل توحيد الصفوف لكي نكون معا وسويا مسيحيين ومسلمين في خندق واحد في الدفاع عن القدس ومقدساتها وأوقافها الإسلامية والمسيحية اليوم أعلننا في مدينة القدس موقف أهالي مدينة القدس وأبناء القدس المسيحيين والمسلمين الرافضين لهذا الإجراء الأمريكي الذي لم يتخذ بعد ولكن نشر في وسائل الإعلام وكأن هناك تلميحات من قبل الإدارة الأمريكية بأنه قد يتخذ إجراء من هذا النوع نحن نعتقد بأن مسألة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال نحن نعتقد بأن هذا الموقف إنما هو استفزاز لكل الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين هو استفزاز لأمتنا العربية التي تقول بأن قضيتها الأولى هي قضية فلسطين نعم وهو استفزاز لكل أصدقائنا في مشارق الأرض ومغاربها الذين أحيوا قبل أيام معدودات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نعم وأنا أجلس الآن بالقرب من البلدة القديمة بالقرب من كنيسة القيامة والمسجد الأقصى أؤكد لكم ولكل الذين يستمعون إلينا الآن بأننا نرفض هذه الخطوة الأمريكية الاستفزازية لأن مدينة القدس هي عاصمة الشعب الفلسطيني هي حاضنة أهم المقدسات الإسلامية والمسيحية هي بالنسبة إلينا حاضنة التراث الروحي والإنساني والحضاري الإسلامي المسيحي العربي الفلسطيني وبالتالي نحن في مدينة القدس نؤكد بأننا باقونا في مدينتنا والتلميح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس لن يزيدنا إلا صموداً وثباتاً وتمسكاً بهذه المدينة التي يستهدف فيها المجد الأقصى كما تستهدف فيها مقدساتنا وأوقافنا المسيحية نعم ابقى معنا سيدة المطران نذهب إلى العاصمة اللبنانية بيروت نرحب مجدداً بضيفنا من هناك القاضي الشيخ خلدون عريمت رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام سمحت القاضي الشيخ خلدون أهلاً بك معنا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحباً إذن القاضي الشيخ خلدون هل يعني ما يحدث ما يحيط بالقدس من هذه التهديدات هل أردت الفعل صراحة عربياً وإسلامياً بحجم هذه الهجمة وهذا الاستهداف للقدس من قبل الإدارة الأمريكية أو ترامب بالاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال لإسرائيل بداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية أحيي فلسطين وشعب فلسطين وكل رجل وامرأة وطفل في فلسطين وأحيي سيادة المطران المرابط على ربا فلسطين منذ سنوات وسنوات ومن خلال هذا اللقاء نحيي الأزهر من خلال فضيلة الشيخ الذي يجلس معنا الآن لأقول بأن القدس هي وقف وأن فلسطين هي وقف عام لا يحق لا للرئيس الأمريكي ولا لرئيس الكيان الصهيوني أن يتصرف في مدينة القدس التي هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه القدس بالنسبة لنا هي القضية وهي مفتاح الحل وهي مفتاح الحروب التي يمكن أن تستمر لا أقول عشرات السنوات وإنما مئات السنين القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة هي خطوط حمراء لكل العرب ولكل المسلمين في العالم ولكل المسيحيين ولذلك من هذه القناة المباركة قناة فلسطين أناشد شيخ الإمام الأكبر شيخ الأزهر نعم ورابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وقداسة بابا روما وبابا الأقباط والمرجعيات الأرثوذكسية والكاثوليكية في العالم لأن تتحرك وتضع حدا لهذا التغول الإسرائيلي والأمريكي في جعل القدس باعترافهم بالقدس كعاصمة للكيان المختصب لأرض فلسطين لتعلم أمريكا والرئيس الأمريكي وليعلم الكيان الصهيوني أن القدس ومسجدها الأخصى وكنيسة القيامة عندما يقدمون على هذا على هذا العمل الإجرامي فإنهم يتحدون مشاعر مليار خمسمائة مليون مسلم في العالم ويتحدون مشاعر المسيحيين كل المسيحيين وخاصة مسيحيي هذا الشرق الذين نقف نحن وأياهم جنبا إلى جنب لنقول للعالم بأن فلسطين وقدسها بمسلميها ومسيحييها يقفون صفا واحدا في مواجهة هذا التغول الصهيوني وهذا الانحراف الأمريكي الذي يفكر بالاعتداء على عاصمة القدس عاصمة المسلمين وعاصمة المسيحيين في هذا الشرق هذه القضية هي قضية عقائدية تخص المسلمين جميعا وتخص المسيحيين جميعا من غير المسموح التلاعب بعقيدة المسلمين لأن المسجد لأن القدس هي أولى القبلتين وهي معراج الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها تعاش المسيح عليه السلام إذن هناك توافق إسلامي مسيحي نعم من لبنان من فلسطين من مصر من كل البطن العربي والعالم الإسلامي بأن القدس هي خط أحمر وعلى أمريكا أن تتحمل خطورة مثل هذا القرار لأنه سيخلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط ويتحول هذا السلام المزعوم إلى حرب لا تبقي ولا تزر وقد تستمر العشرات إلا بنقل المئات من السنين نعم بارك الله فيك سماحة القاضي الشيخ خلدون ريمت ابقى معنا من لبنان ونذهب مجددا إلى القاهرة إلى مصر سماحة شيخ دكتور أحمد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر هل إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية سماحة الشيخ على مثل هذه الخطوة تكون قد ذهبت إلى حرب دينية لا تحمد عقباها إلى ما نظرنا إلى هذه المكانة التي تتمتع بها القدس بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء وهذه القبلة الأولى للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم أولا علماء الإسلام في الأزهر الشريف وفي سائر المؤسسات وفي سائر المؤسسات الإسلامية كذلك إخوتنا أهل الكتاب من المسيحيين نقولها واضحة ما المؤامرة التي جاءت في نهايتها لأن المؤامرة على فلسطين وعلى مخدسات فلسطين منذ الوعد بولفور المشؤوم إلى أن جاء ترام نقولها واضحة مسألة أو قضية أو مؤامرة نقل الصفارة الأمريكية إلى قدس الأخداس للمسلمين والمسيحيين مسألة الإعلان المشؤوم الذي لا يقل شراسة ولا ضراوة عن وعد بولفور وكأنه الآن وعد ترام بالاعتراف المزور المدلس على أن القدس عاصمة لا نقول دولة إسرائيل لأن إسرائيل من ناحية الأحكام الشرعية الإسلامية ليست دولة وليست كيانا هي عصابة صهيونية محتلة نعم نقولها صراحة ترام وأقول لترام أو للإدارة الأمريكية وللمنظمات الصهيونية هذه الخطوة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وإعلان حرب على المسيحية والمسيحيين وليتحملهم العواقب من تأجيد الصراع الديني في المنطقة ونسف عمليات السلام فهم كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبأنا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء أي الصهاينة نحن لا نعادي اليهود الموادعين ولكن نعادي الصهاينة المحتلين نقول أن بأنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أخباركم نعم فقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تقاتلون يهود فما من شجر ولا حجر إلا قال يا مسلم وراء يهود فاقتلوا فمن هنا أقول يجب على المؤسسات الإسلامي أن تتناسى الخلافات المزهبي ويجب على المرابطين في فلسطين سواء كانوا في غز أو في الضفة الغربي أو في داخل الأرض 48 وما قبلها أن يتناسوا الخلافات والله تعالى قال في كتابه الكريم في سورة الأنعام من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نعم وقال في سورة الشورى أقيم الدين ولا تتفرخوا فيه وأنا قلت من قبل ولي كتاب طبع للمرة السادسة في مصر وأهديته لفخامة الرئيس المجاهد المسالم الذي يضع غصن الزيتون مع السلاح الرئيس محمود عباس أيده الله سبحانه وتعالى نقول ويجب على المسلمين أن يدعموا سمود المقدسيين بصفة خاصة ولا يركنوا إلى ما يسمى بتطبيع وعدم تطبيع لأن إعانة الشعب الفلسطيني والزيارات والمعاملات الاقتصادية وإصارة المسألة دوماً وليست موسمية في المحافل الدولية من الواجبات الشرعي يجب على المسلمين أن يشدوا الرحال إلى القدس ولدعم الاقتصاد الفلسطيني ولدعم التواجد المجتمع الفلسطيني ولمؤاذرة السلطة الفلسطيني ولا يركنوا إلى كلام المنهزمين بأن ذلك تطبيع نحن نتعامل مع أهل الأرض الحقيقيين وهم الفلسطينيون الذين إذا تخلى عنهم أهل الأرض لن يتخلى عنهم رب السماء والأرض بارك الله فيك سماحة الشيخ دكتور أحمد نذب إلى لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمت يعني سماحة الشيخ القاضي خلدون عريمت نحن هنا في فلسطين في جهاد ومرابطين إلى يوم الدين ولكن الأمر يتعلق بالقدس أليست القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أليس من المطلوب أن يكون حجم الحراك رسميا وشعبيا ودينيا إسلاميا ومسيحيا بهذا الحجم الذي يليق بهذه المدينة المكدسة للإسلام والمسيحيين أليس من المطلوب صراحة أن يكون هناك التحرك بحجم هذا الخطر المحضق بهذه القدس نعم سماحة القاضي حقيقة أن التحرك الآن هو واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها وهذه قضية شرعية لأن هناك أرض إسلامية يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون منذ دخلها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحافظ على كنائسها وحافظ على مسلميها ومسيحيها وأعطاهم كما يعلم الجميع العهدة العمرية إذن القضية الآن هناك اعتداء صهيوني مباشر على هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة إذن الواجب الشرعي يقتضي على كل مسؤول وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرك لدرء الخطر عن القدس التي هي عاصمة وستبقى بإذن الله عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني وليعلم الجميع أن حروب الإفرنجة استمرت في بلادنا مئتي عام واستطاع المسلمون والمسيحيون معا أبناء هذا الشرق أن يخرجوا الإفرنجة من بلادنا بعد حروب استمرت مئتي عام على الإدارة الأمريكية وعلى الصهاينة أن يعلموا ويقرأوا التاريخ جيدا بأن هذه الأمة قد تنكفئ وقد تكبو لكنها في النهاية ستنتصر لأنها تحمل رسالة الإيمان وتحمل رسالة العيش المشترك وتحترم بقية الأديان والرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بالتوراة والإنجيل والقرآن إذن من الواجب على كل القنوات الفضائية وليست قناة فلسطين المباركة وحدها وإنما على كل القنوات الفضائية وكل وسائل الإعلام وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو إلى مؤتمر قمة إسلامي تشترك فيه أربعين دولة لتشعر الإدارة الأمريكية بأن الخطأ ممنوع بالنسبة لفلسطين وقدسها ومسجدها وكنيستها إذن هذا الصوت هذا النداء نوجهه من بيروت هذه العاصمة التي تصدت للعدوان الإسرائيلي عام 82 من بيروت نوجه النداء إلى العواصم والحواضر العربية والإسلامية وإلى الحكام العرب والمسلمين لأن يتحركوا وإلى مجلس الأمن لأن يتحرك لأن هذا القرار الخطير إذا ما نفذ سيحول المنطقة إلى كتلة من اللهب وكتلة من الحروب يعني تدفع ثمنها المنطقة وربما المجتمع الدولي نذهب إلى سيادة المطران عطل حنة في الكدس العاصمة المحتلة إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة ستكون قد دفعت المنطقة برمتها إلى كرة من اللهب والنيران المشتعلة التي لا يضمن أحد متى تنطفئ وما هي العواقب المترتبة عليها القدس هي واحدة من أقدس الأماكن بالنسبة للمسيحيين أيضا بصراحة كيف تنظر إلى دور مجلس الكنائس العالمي دور الكنيسة دور الفاتيكان في هذه المعركة وهذا الرهان الخاسر الذي تقوم بها الإدارة الأمريكية لصالح هذا الاعتراف في القدس كعاصمة لدولة الاحتلال لا بد لي أن أنوه أولا بأننا تعودنا كفلسطينيين على هذه المواقف الأمريكية العدائية تجاهنا وتجاه قضيتنا وتجاه شعبنا نعم فخلال الفترات الماضية خلال عشرات السنين منذ النكبة ومنذ النكسة وحتى اليوم ونحن نشهد انحيازاً أمريكياً وانحيازاً غربياً كلياً للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي نحن نعتقد بأن الإدارة الأمريكية وكل الدول الغربية التي تسير في فلكها إنما تتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما حل بشعبنا الفلسطيني من نكبات ونكسات ومظالم ولذلك ما أود أن أقوله بأننا حقيقةً إذا ما أعلن الرئيس ترامب عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال نحن كفلسطينيين لن نفاجأ بهذا الإعلان لأنه في الماضي اتخذت الإدارة الأمريكية قرارات ومواقف عدائية لشعبنا الفلسطيني وهذا الموقف إنما يندرج في إطار هذا الانحياز والدعم الكلي للاحتلال ولسياسات الاحتلال ولكننا كفلسطينيين وكمقدسيين بنوع خاص لن نكون مكتوفي الأيدي ومتفرجين أمام هذا الإعلان الذي نعتبره استفزازاً وتطاولاً ومساساً بحقوقنا الدينية والوطنية في مدينة القدس وهنا لا بد لي أن أقول بأن الكنيسة المسيحية في هذا المشرق العربي الكنائس المسيحية في هذا المشرق العربي إنما تتبنى مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية المسيحيون في هذا المشرق العربي هم مكون أساسي من مكونات أمتنا العربية ومشرقنا العربي والقضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص هي قضية كل المسيحيين كما هي قضية كل المسلمين وبالتالي نحن نتوجه إلى قداسة البابا فرانسيس نعم ونتوجه إلى كافة أصحاب الغبطة البطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في العالم نحن نتوجه إلى مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له نحن نتوجه إلى كل هذه المرجعيات الروحية المسيحية مطالبين بأن يكون هناك موقف مسيحي واضح المعالم رافض لهذا الموقف الأمريكي رافض لهذا الانحياز الأمريكي ولهذه السياسة الأمريكية المنحازة بشكل كلي للاحتلال ولدولة الاحتلال ونحن نعتقد حقيقة بأن ما تمر به منطقتنا العربية من حالة اضطراب وتشرذم هنا وهناك إنما هذا هو أيضا مشروع أمريكي تشترك به أيضا إسرائيل وغيرها من الدول بهدف تفكيك مجتمعاتنا تفكيك أقطارنا تفكيك أمتنا العربية لكي نكون ضعفاء وفي حالة ترهل ولكي لا نكون أقوياء في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة ما يخطط لفلسطين وللقضية الفلسطينية نحن ما نتمناه حقيقة وأنا أقول هذا الكلام من قلب مدينة القدس ما أتمناه هو أن يتوحد العرب من أجل فلسطين أن تكون بوصلتهم باتجاه القدس وباتجاه فلسطين ولا يجوز أن تكون البوصلة باتجاهات أخرى نتمنى أن يتضامن العرب أن يتوحد العرب أن تنتهي هذه الحالة التي نمرها حالة الإضطراب والفوضى والعنف والإرهاب التي نلحظها في أكثر من قطر عربي لكي يكون العرب حقيقة موحدين وأقوياء في تصديهم لهذه المؤامرة التي لا تستهدف القدس فقط المؤامرة تستهدف القضية الفلسطينية كلها يراد تصفية القضية الفلسطينية نعم ومن يدعم الاحتلال في أمريكا وفي غير أمريكا يريدوننا أن نشطب القدس من قاموسنا يريدوننا أن نشطب حق العودة يريدوننا أن نشطب حقنا بأننا يجب أن نعيش أحرارا في وطننا ولذلك المؤامرة التي تستهدف القدس هي ذاتها التي تستهدف القضية الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني وبالتالي أنا أعتقد بأنه يجب أن تتظافر الجهود يجب أن يكون هناك موقف إسلامي من كل المرجعيات الإسلامية وموقف مسيحي من كل المرجعيات المسيحية ولكن نحن نمر بمرحلة يجب أن يكون فيها تعاون إسلامي مسيحي مشترك في الدفاع عن القدس في الدفاع عن فلسطين نحن في المدينة المقدسة نشهد وبشكل يومي تعديات على المسجد الأقصى وأولئك الذين يعتدون على الأقصى ويعتدون على المقدسات الإسلامية المسيحية هم ذاتهم الذين يعتدون على أوقافنا ومقدساتنا المسيحية وبالتالي ما هو مطلوب منا في هذه المرحلة هو أن نوحد صفوفنا أن نكون أسرة واحدة مسيحيين ومسلمين في دفاعنا عن القدس لأن استهداف القدس هو استهداف لتاريخنا هو استهداف لديننا هو استهداف لكرامتنا هو استهداف لحريتنا وبالتالي علينا أن نكون موحدين وأنا أوجه ندائي من رحاب مدينة القدس إلى المرجعيات الإسلامية في سائر أرجاء منطقتنا بأن نكون معاً نحن نمد أيدينا نفتح قلوبنا وأبوابنا لكي نعمل معاً وسوياً من أجل القدس القدس بحاجة إلينا جميعاً القدس بحاجة إلى كل المسيحيين وإلى كل المسلمين هي بحاجة إلى وحدتنا إلى أخوتنا إلى تعاوننا لكي ندافع عن هويتها وعن تاريخها وعن مقدساتها المستهدفة نعم عذراً سيدة المتران على المقاطع نرجو أن تصل هذه الرسالة نذهب إلى سماحة الشيخ دكتور أحمد الكريمة وستاذ الشريعة الإسلامية في جماعة الأزر بالقاهرة ربما بأقل من دقيقة ما هي الرسالة التي تود إيصالها ونحن جميعاً على المحك أمام هذه المعركة الشرسة أمام هذه الحماقة التي ربما تقدم عليها الإدارة الأمريكية حيال القدس ومكانتها بالنسبة لنا بسم الله الرحمن الرحيم تذكرة للمسلمين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في صورة الأنفال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر القدس الشريف معهد الأنبياء ومتعهد الأولياء لها في الإسلام مقام كريم وشرف عظيم أما إذا أقدمت الإدارة الأمريكية على الاعتراف بالقدس قاصمة للصهاين المحتلين أو نقلت سفارتها فإن الواجب الشرعي الذي لا يقبل أنصاف الحلول من ضمنه بعدما استمعنا إلى فريضة الوحدة وفريضة الصمود هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية من جميع الدول الإسلامية نعم طيب نذهب إلى أيضا القاضي الشيخ خلدون عريمة رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان ما هي كلمتكم ما هو المطلوب بأقل من دقيقة لو تكرمت ونحن كما أشرنا على المحكوة المطلوب موقف عربي إسلامي واضح صريح قوي كنا نقول أن القدس في خطر كنا نقول أن القدس تتعرض لأبشع هجم ولكن اليوم الأمر تجاوز كل هذه التوقعات والحدود بهذا التوجه الأمريكي لإعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الصهاين أو الاحتلال أقول حقيقة من هنا من بيروت بأن القدس بمسجدها الأقصى وبكنيسة القيامة هي أمانة سنسأل عنها جميعا يوم القيامة حكاما ومحكومين وهذه المسؤولية سنسأل عنها عندما نقف أمام الله سبحانه وتعالى ماذا قدمتم لمعراج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف نصرتم فلسطين وأهل فلسطين إذن هذه لحظة تاريخية من عمر الأمة على كل الحكام والرؤساء والقادة والمراجع الدينية الإسلامية والمسيحية في هذا الشرق وفي العالم لأن يتحرك الآن لمنع أمريكا والإدارة الأمريكية من أن تأخذ قرارا طائشا يحول المنطقة إلى منطقة ملتهبة بدل أن تكون منطقة للسلام والمحبة والرحمة والتواصل بين الأمم والشعوب لقد تعلمنا من الإسلام بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن مهمتنا كمسلمين أن نتعارف وأن نتعاون مع كل أصحاب الديانات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بل ومع المجتمع البشري ككل انطلاقا من قول الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة وهذا التعارف نحن ندعو المجتمع العربي والدولي لأن يحافظ عليه بمحافظته على القدس وعلى المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة وإن لم يحافظوا على هذه الأمانة فكل الخوف أن يتحول المجتمع إلى مجتمع آخر نعم بارك الله فيك القدس أمان في أعناقنا جميعا مسلمين ومسيحيين وعلينا جميعا كأفراد وجماعات في الدول العربية والإسلامية كمسلمين ومسيحيين وفي المجتمع الدولي وكل الأروقة الدولية وضعت لمثل هذا الاختراق لقواعد القانون الدولي إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة بما تحمل من حماقة تمس مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان وربما تحول المنطقة برمتها إلى دائرة العنف والصراع مجددا وتكون الإدارة الأمريكية تقوض المرة والأخرى قواعد وأنظمة القانون الدولي وتخرج عن كل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية وتكون قد نأت من نفسها بعيدا عن أي دور لها نزيه أو غير نزيه في عملية السلام سيما أننا لدينا التجارب الكبيرة والمريرة مع هذه الإدارة الأمريكية نرجو أن يتوقف أو أن يكون هناك وضع حد من خلال التدخل والموقف العربي الإسلامي المسيحي في كل أرجاء العالم نصرة للقدس وللقبلتين وثالث الحرمين الشريفين نشكر ضيوفنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر في القاهرة في جمهورية مصر العربية لكم التحية والتقدير ننتظر الكثير الكثير من الجميع ومن القاهرة ومن الأزهر ومن كل العواصم العربية والإسلامية كما هو الشكر أيضا لسيادة الموتران عطالة حنة رئيس أساقفة صباستيا للروم الأرثوذوكس من العاصمة المحتلة القدس لكم التحية والتقدير ومعا وسويا لوقفي ورفض كل هذه الإجراءات والممارسات والشكر الموصول أيضا لسماحة القاضي الشيخ خلدون عريمة رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام من العاصمة اللبنانية بيروت لكم التحية والتقدير هذا موقف هذه أصوات وقامات عالية وهامات عالية نعود عليها كثيرا لنصرة قدسنا التي تتعرض لأبشع هجمة أمريكية إسرائيلية نرجو بكل ما أوتينا من قوى أن نوقف مثل هذا التحرك لكم مني حسن أبو ربا التحية والتقدير نلقاكم داما على خير بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر